نشهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بحرص مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة على تأكيد العمق التاريخي للعلاقات البحرينية البريطانية وأهميتها الاستراتيجية التي انعكست في أطر التفاهم والشراكة التي تقوم على أساسها تبادل المصالح بين البلدين الصديقين في كافة المجالات ونوه سموه لدى لقائه بقصر رفاع اليوم السيد كونر بيرنز النائب البرلماني لحزب المحافظين البريطاني ورئيس الكتلة البرلمانية المعنية بالصداقة مع مملكة البحرين بأهمية الزيارات المستمرة مع مختلف المستويات وبإسهاماتها في فتح آفاق أرحب لمستقبل العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيز الرؤى حول مختلف القضايا والموضوعات معربا سموه عن تقديره لاهتمام المملكة المتحدة بدعم علاقات الصداقة والتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبارها علاقات حيوية ومؤثرة انعكست في الدور الفاعل للمملكة المتحدة في حفظ استقرار المنطقة بجانب الدول الشقيقة والصديقة وخلال اللقاء جرى استعراض علاقات الصداقة والتعاون والموضوعات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية